سيد زبراهيم قبل ما الوقت ياخدنا المشوار المراضي لرادس والترجي كان مليء بالمعاني الدفئة الجميلة جدا والأجواء الحقيقة اللي بتعكس العلاقة الحقيقية بيننا يعني عايزين نتكلم عليها لأن أنا أعلم أن الكابتل الخطيب بصفة رئيس البعثة والبعثة كلها كانوا فيه منتال امتنان لما لقيوه وهل جزاء الشكر إلا الشكر والتأدير كابتل محمود الخطيب النهاردة عقد عدة اجتماعات ورتب ترتبات كتيرة مع الدكتور سعد شلب المدير التنفيذي ومع كافة الإدارات المختصة في النادي وتقرر أن يكون كابتل الخطيب نفسه على رأس مستقبلي بعثة الترجل التونسي حين وصولها بإذن الله لمطار القاهرة مساء يوم الأربع اللي جاي وأوصل كابتل الخطيب أو طلب بكل الإدارات المختصة العمل بتركيز شديد على حسن ضيافة واستقبال وتقدير الجانب التونسي الشقيق ده ردا على ما لقياته بعثة الأهلي منذ الوصول لمطار قرطاج من تقدير وحفاوة وتكريب كان السيد حمد المؤدب رئيس نادي الترجي مع السفير المصري طبعا إيهاب فامي في استقبال البعثة في مطار قرطاج وشوفنا الرئيس حمد المؤدب وهو بيستقبل كابتل الخطيب ومجلس إدارة النادي بكل حفاوة وتقدير يعكس فعلا حجم العلاقة المحترمة بين الناديين وحاوى طبيعة العلاقة بين الأهلي والأندية التونسية كلها الحقيقة دي الدبلوماسية الرياضية الرائعة جدا وده الدور يا أبا شواندس اللي الأهلي بيلعبوا دايما في تمتين المفهوم الرياضي والأهلي كان بيعملوا كده كده لكن المرة دي بيتعمل بمشاعر ده فئة حقيقية لأنه شاف المشهد ده أي انت فاكر سالفاتت لما راح الجزائر نفس الشيء أيوة المغرب والمغرب كل حتة بيروح النادي الأهلي في فوز الأقجع كلامه الحمد لله بيجد مثل هذا الترحاب أي وده بيخدنا بقى أن احنا برضو ما ننساش نقول لجماهيرنا أن لابد أن نرد هذا الفضل وهذا الدفع وهذا التقدير وهذا التقدير وحتى الاحترام اللي شافه فريق النادي الأهلي من المدرجات أيوة والقلة القليلة من المشجعي الأهلي أيوة أن يجدوا نفس وما تسمحوش لأي حد يلعب في المساحة اللي بيننا لأن جمهور التراجي من قبل المباراة لما كان بيجي لقطات ليهم كان بيقولوا بس خرجوا أنتم منها أيوة اللي بيننا بن الأهلي ملكوش دعبين احنا كبار مع بعض احنا كبار مع بعض واللي يكسب هو الأفضل وحنبركله بهذا المفهوم أن احنا علاقة مميزة لابد أن ننميها لأن العلاقات عايزة منتنانس عايزة صيانة أيوة وصيانة العلاقات هي الود وتبادل الود والتقدير والاحترام ده كلام مهم جدا جدا أشكرك لا لا بجد يعني يا جماعة التوترات اللي كانت بتحصل في علاقات الشعوب العربية العربية بالزاد صناعة خارجية كلها صناعة خارجية وأياد خبيثة بتعبت فيها مش خارجية عن النطاق يعني والأهل الحقيقة الأهل اطلع بدوره الوطني فعلا المسؤول في كل ما يتعلق بالدبلوماسية الرياضية العربية شوفوا اللي حصل من محاولات الفتنة بين الأهل والهلال السوداني انتهت إلى الرئيس الهلال السوداني ووفده الشقيق يجي يزور النادي ويرحب به من الكابت الخطيب وشوفنا قد إيه الوفد السوداني الشقيق وحقيقة المشاعر وترجع العلاقة حقيقة المشاعر لحقيقتها وطبيعتها شوفنا سيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية للكرة القدم في تصريحاته الأخيرة قد إيه يحمل هذا الود والتقدير والاحترام لكابت المحمود الخطيب وللنادي الأهلي شوفنا الجانب الجزائري حتى وقت ما الأهلي كان بيتفاوض مع أحمد قندوسي ورئيس نادي الجزائري ساعتها قال لك لما كلمني كابت الخطيب قلت له كل شي خلاص انتهى هي دي طبيعة العلاقات في تونس شوفنا حمد المؤدب الرئيس التاريخي لنادي الترجع على فكرة هو رئيس نادي من 2007 تقريبا فهو بقاله سنوات طويلة في خدمة باب سويقة فاحنا في كل الظروف مع كل الدول العربية الشقيقة شوفنا الدور الوطني المسؤول جدا للنادي الأهلي ومسؤولين تعرف الكلام اللي بتقوله ده أستاذ إبراهيم أربطوا بقى بالمقدمة اللي دخلنا بها البرنامج أستاذ إبراهيم لما قلنا الأهلي على كلمة الأهلي تتجاوز مجرد الفرحة جمهور الأهلي فرحان بالأهلي مش عشان بيكسب بس ده جزء من الفرحة اتعودوا عليه لكن الفرحة الكبرى بهذه المكانة التي يراها نادي الأهلي في كل مكان ده بيحسس الجمهور أنها بتشجع نادي له مكانة خاصة في القلوب وفي التمركز بين الكبار على مستوى العالم هو ده المعنى الحقيقي أن تعشق الأهلي وأن تحب الأهلي وهكذا يعني بيفخر جمهور الأهلي أكثر ما بيفرح يعني بيفرح طبعا بالمجسب لكن هو بيفخر أكثر بالأهلي ولذلك أنا بقول للأهلي فكرة والكل يتعلق بها الأهلي هو يملكنا ولا نملكه